أنتقل بكم إلى الصورة الثالثة الصورة الأولى استمرار الأوضاع مثل ما هي في دوامة من سيء إلى أسوأ الصورة الثانية أن يتحقق البرنامج الأمريكي الذي وضعوه للعراق لكنهم هل سينفذونه أو لا الخلاصة يوخرون الهتلية الملتحين ويجبون الهتلية مملتحين لأن هذا الذي ينتجه العراق العراق تعرض إلى عملية إخصاء ولا أقول إخلاء إخصاء صار ليس قادرا على الإنتاج تعرض إلى عملية إخصاء إخصاء للإرادة وإخصاء للعقل وإخصاء للوعي وخصوصا في الواقع الشيئي وسيأتي الكلام عن هذه المطالب لذا ما ينتجه الواقع العراقي هو هذا مرة ينتج لنا حتلية ملتحين ومرة ينتج لنا حتلية مملتحين هذا من الآخر على الأقل بحسب وجهة نظري أنا حر فيما أفكر وأنتم أحرار فيما تفكرون الصورة الثالثة هذه حالة افتراضية لا أقول إنها مثالية لكنها تمثل حلا للواقع العراقي الموجود جعلت هذه الصورة في عدة نقاط أولا تنسحب المرجعية إلى مكانها ولا تتدخل بالشأن السياسي والاقتصادي للبلد تكون بعيدة عن الشأن السياسي وعن الشأن الاقتصادي تنشغل بأمورها مثل ما كانت أيام صدام المرجعية تنسحب إلى مكانها ولا تتدخل بالشأن السياسي والاقتصادي للبلد ثانيا تشريع قانون هذا القانون يمنع صنفين من الرجال يمنع رجاله النظام البعثي السني البائت هذا النظام بدأ من سنة 1968 وانتهى سنة 2003 وكذلك يمنع رجاله النظام القطبي الشيعي الفاسد الذي بدأ سنة 2003 ولا زال مستمرا إذن هناك نظامان هناك نظام بعثي سني بائت وهناك نظام قطبي شيعي فاسد رجال النظام البائت ورجال النظام الفاسد لا بد أن يمنع تشريع قانون يمنع رجال النظامين أتحدث عن النظام البائت وعن النظام الفاسد يمنع يمنعون من إدارة البلد سياسيا واقتصاديا وعسكريا ثالثا مصادرة أموال رجال الدين وقادة الأحزاب الذين حكموا البلاد منذ سنة 2003 داثميلادي أتحدث عن رجال الدين من الشيعة والسنة على حد سواء وحتى من الديانات الأخرى إن كانوا متورطين في الفساد والإفساد مصادرة أموال رجال الدين وقادة الأحزاب الذين حكموا البلاد منذ سنة 2003 وإلى وقت صدور هذه القوانين المفترضة رابعا حل كل الأحزاب والميليشيات التي شاركت في السلطة في العهدين في العهد البائد والفاسد العهد البائد هو العهد البعثي السني البائد من سنة 1968 إلى سنة 2003 وإلى والعهد الفاسد هو العهد القطبي الشيعي الفاسد الذي ابتدأ منذ سنة 2003 ولا زال مستمرا خامسا خامسا إعادة النظر في الدستور والقوانين التي سنت في العهدين البائد والفاسد حيث يقر ما هو صالح منها ويبدل ما هو لا نفع فيه أو أنه يكون مضرا بالبلاد والعباد هذه النقطة جوهرية وأساسية إعادة النظر في الدستور والقوانين التي سنت في العهدين البائد والفاسد حيث يقر ما هو صالح منها ويبدل ما هو ليس بنافع وما هو بمضر بالبلاد والعباد ساندسا تأسيس مراكز تأهيل لقادة لإداريين لمسؤولين لدبلوماسيين حينما أقول مراكز تأهيل كورسات سريعة تأسيس مراكز تأهيل ثم بعد ذلك تحويلها إلى معاهد وكليات لتخريج رجال دولة منهم من يحسن القيادة ومنهم من يجيد الإدارة ومنهم من هو قادر على تنفيذ الأعمال بهمة عالية قطعا كل ذلك لا يكون إلا بوجود رجال دولة شجعان ومثقفين ومستقلين يناصرهم الشعب لكن شيئا مثل هذا لا وجود له في العراق كما قلت لكم منظومة الإصلاح منعدمة في العراق ليس هناك من قيادة صالحة لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الجماعة ليس هناك من نخبة صالحة يضحكون عليكم حينما يقولون لكم من أن العراق ولاد العراق هو ولاد بس يجيب لنا بهالهتلية مرة هتلية ملتحين ومرة هتلية ملتحين العراق هو ولاد ولاد هتلية هذا هو واقعنا العراقي بشكل عام وواقعنا الشيعي بشكل خاص قطعا واقع الأكراد أفضل من الواقع الشيعي بكثير والواقع السني أيضا أفضل من الواقع الشيعي بكثير السبب ما عندهم مرجعيات كمرجعياتنا الغبية الفاشلة ولذا الواقع الكردي في العراق أفضل بدرجة من الواقع الشيعي والواقع السني أيضا والواقع الكردي أفضل من الواقع السني لماذا؟ لأن السنة أيضا يتحكم بهم رجال دين ورجال الدين كائنات غبية فاسدة كائنات غبية قذرة أكانوا من الشيعة أم كانوا من السنة هم على حد سواء هم تلامذة إبليس هم نواب الشيطان إن كانوا في النجف أو كانوا في الأعظمية أو في أي مكان آخر هذا هو الواقع المقشر من دون مجاملات ومن دون رتوش نذهب إلى فاصل